اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المبسط اللي الكل يفهم ايش يعني البيوت وهاي بتقدروا تكتبوها على ورقة خارجية او تحفظوها على الكمبيوتر عندكو تدونوها يعني وترجعو لها انتو بالوقت اللي انتو بدكو اياه او انتو بتصيروا تعرفوا شو يعني عطار دوين موجود في اي بيت الكو والبيت هذا ايش بيأثر عليكو بتصيروا تعرف المريخ بتصيروا تعرفوا الشمس وين موجودة يعني بتصير تعرف كل شيء الو علاقة بالبيت هاي اللي هي الفكرة الاساسية اللي احنا منحلل عليها من ناحية فلكية لا توقعتنا اليومية والشهرية والسنوية وتحليل خارطة المولود ومعرفة شخصية المولود وتوافق الموليد مع بعض وللزواج للعمل لا اي شيء فهي القاعدة الاساسية هاي لا كل اشي الو علاقة بعلم الفلك اول شيء نيجي بنحكي مثلا انه انا بدنا نحكي عن نفترض برج الجوزاء برج الجوزاء مباشرة لما انا بدي احسب بيوت فورا بعرف انه الجوزاء بصير البيت الاول لانه هو اللي انا بدي احكي عنه فهذا البيت الاول اللي وراه مباشرة السرطان بيته الثاني الاسد بيته الثالث العذراء الرابع بصير اطلع في البروج كأنه بلشت انا بعد الابراج من عند البرج اللي انا بدي احسب له ده بلش من عند القاوس خلص القاوس بصير البيت رقم واحد الجدي اثنين الدلو ثلاثة الحوت اربعة الحمل خمسة يعني ببلش عد الابراج الاثناش من عند البرج اللي انا بدي اعرف بيوته انت العقرب خلص العقرب رقم واحد القاوس رقم اثنين يعني بالترتيب لغاية ما أوصل أنا آخر إشي لغاية الميزان خلاص الميزان معناته بيته 12 للعقرب ماشي؟ آي القاعدة الأولى طيب هاي البيوت إيش تأثيرها؟ هاي البيوت جمعوا العلماء بعد تجارب كثيرة ودراسة كثيرة إنه لما يكون أي كوكب دخل على أي برج بيعمل تأثيرات معينة وبأثر على الأبراج بتأثيرات معينة فقسموها أو سموها بيوت أو منازل تواجد الكواكب بل لكن هي بالعموم هي معروفة البيوت طيب لما نيجي نقول مثلا البيت الأول هاي بتلخص كل حياة البني آدم أو كل شيء بيصير مع البني آدم في الـ 12 بيت هذول لما نيجي نقول للبيت الأول البيت الأول تلقائيا لما نيجي إحنا نقول ولا فلان برج السرطان يعني منحكي عن صفاته منحكي عن شخصيته إذن البيت الأول هو مرتبط بالشخصية بالمظهر الخارجي طريقة التعبير عن أنفسنا طريقة التصرف عن لبسنا عن طولنا عن ضخامتنا عن كل شيء عن الأمور عن الطهارة عن الشرف عن الرقي عن الحياة عن كل شيء بختص بصفات المولود أو شخصية المولود ماشي؟ يعني منحكي عن الأسد بيته الأول معناته هو الأسد هي بالأقوى بتيجي بالطوالع لما منيجي منقول فلان برج الأسد مثلا طالعوه لنفترض الثور معناته منبدأ من عند الثور بالنسبة للطالع هذا بيته الأول اللي بيحكي عن شخصيته في منهم بكون ضخم الجثة طويل كبير الرأس بحنحاله للأمام بحب الطعام بحب المطعم بحب نحكي عن شخصيته شعره ناعم شعره خشن شعره طويل عينيه ملونة فكه عريض ثمه كبير إيدي كبار أصابعي صغار يعني هاي شخصيته هذا اشي برتبط في البيت الأول مجرد ما إننا حكينا عن البيت الأول ممكن حكينا عن برجه ممكن حكينا عن طالعه فدائما مجرد ما ذكر الطالع معناته طالعه هو بيته الأول إذا ما ذكرنا الطالع حكينا البرج معناته البرج هو البيت الأول هاي اول شغلة عن البيت الاول طيب البيت الثاني ايش هو البيت الثاني اللي هو اللي يلي مباشرة البرج الذي يلي ان كان من برجه الذي يلي مثلا حكينا خلينا ظلنا نحكي اسد اللي يلي مباشرة اللي هو العذراء هذا بيته الثاني اذا حكينا طال عثور معناته الجوزاء هو بيته الثاني طيب هذا الو علاقة بايش هذا الو علاقة بالممتلكات إلو صلاة بالأموال بالمكاسب بالمكتسبات المادية أو الأمور الروحانية بس هي عادة إحنا منحطها إنه منسميه بيت المال أي شيء إلو علاقة بالمال بالممتلكات بالأموال بالمكاسب بالاستثمار بالإنتاج بالنقود بالأبنك بالمؤسسات المالية بالأحجار الكريمة بالمعادن النفيسي بالذهب اللي بتتعلق في المولود ماشي هاي هاي نسخة ثانية عرفنا البيت الثاني بيحكي عن إيش طبعا في إلو أشياء ثانية يعني إذا بدنا ندخل في تحليل الخارطة الفلكية منيجي منوخذ إحنا إنه هذه بتدل على الأصدقاء قدوم الغائب الأعداء الكتب للوالي أو للحاكم الرياح متى تهب الخطر وين هذا بيت العنق اللون اللي بناسبه اللون الأخضر هاي شغلات معقدة مندخل فيها بعدين يعني أنا بس بدي أشرح لكم كيف إحنا منخط يعني منعمل الخارطة الفلكية أهم النقاط اللي بتسيطر على البيوت طيب لما نيجي للبيت الثالث البيت الثالث هو بيت من الأساسيات بالنسبة للبرج لأنه هذا مرادفه يعني إذا هو مثلاً لنفترض أنه ناري معناته لازم يكون هوائي البيت الثالث إذا كان ترابي لازم يكون مائي البيت الثالث طيب إيش إلو علاقة هذا؟ هذا إلو علاقة بالسفر القصير يعني التنقلات القصيرة يعني نفترض أنا في عمان طالع على إربد هذا اسمه سفر قصير مثلاً بدي أوصل العقبة وأرجع سفر قصير أنا موجود في القاهرة بدي أروح على الإسكندرية وأرجع هذا سفر قصير يعني السفر الداخلي هذا اسمه سفر قصير أو التنقلات يعني عدة أماكن بدي أروح لها أنا في اليوم بدي أروح على البنك بدي أروح على مؤسسة تعليمية بدي أراجع أنا السفارة بدي أروح على الشركة الفلانية بدي أنزل على السوق هاي اسمها تنقلات يعني كثرة الحركة بيت الاتصالات بتظلك ماسك التليفون تبعث إيميلات تبعث فاكسات بتعمل شاتينج ممكن تتواصل مع أشخاص داخل البلد ترد على اتصالات برضو إلو علاقة في هذا المجال إلو علاقة في وسائط النقل يعني بمعنى آخر بسيارتك بدراجتك بسكاليتك أي شيء له علاقة بالتنقل حتى التكسل اللي بتركب فيه انتي هذا اسمه وسائط نقل فعشان هيك إلو علاقة بكل شيء إلو علاقة بالتنقلات بالاتصالات والمواصلات إلو علاقة بالهاتف إلو علاقة بالبريد إلو علاقة بالفاكسات إلو بعي شيء طيب وإلو علاقة بالاستراد والتصدير إلو علاقة بالدراسات أنا بدي أدرس أنا عندي امتحان أنا عندي فحص أنا عندي استعداد لمناقشة لبحث معين بيت الدراسات طيب بيت الهوايات واحد بحب الرياضة واحد بحب الرسم يعني إلو علاقة بالهوايات بيت الامتحانات ولكن امتحانات مش الجامعية البيت الثالث بيحكي عن الامتحانات في المرحلة الأساسية اللي هي من الأول ابتدائي لغاية الثانوية العامة بيركز على امتحاناتهم لما نحكي في عندك امتحان معناته معروف المرحلة الابتدائية عندك مقابلات معناته البيت الثالث مقابلات إلها علاقة بالسفر أو سفارة بيتك التاسع فلما نحكي إحنا برضو إلها علاقة هذا البيت برضو بالجيران إلها علاقة بالشراء والبيع إلها علاقة بالإخوة والأخوات والأقارب والعلاقات المفروضة المفروضة عليك هذا هو البيت الثالث العلاقة بكتابة الرسائل باستخدام الهاتف بالأخبار بالعبادة يعني بكل هاي الأمور طيب ايجينا البيت الرابع فما نيجي نحكي ايش البيت الرابع للأسد عطول العقرب لأنه هو البيت اللي بنعد رابع واحد ما بعد الأسد طيب ايش البيت الرابع للثور الأسد لأنه بتعد الثور جوزاء سرطان أسد هاي أربعة بيرطبط البيت الرابع اسمه بيت البيت بيت العائلة بيت العقارات بيت الطفولة بيأثر على أهلك على سكنك محل إقامتك الأمتعة الأفاث الصيانة العطال المنزلية المشاكل الداخلية برضو إله بالعلاقات الحميمة اللي هي داخل البيت بأصولك بسكنك بالبلد اللي أنت نشأت فيها يعني له تركيز على كل هاي الأمور طيب وصلنا الآن للبيت الخامس البيت الخامس بيرطبط بالعاطفي العاطفي هون تختلف عن الزواج يعني هنا بداية العلاقة للشخص اللي بتعرف فيها على واحدة وببلش يحبها أو واحدة بتحب شخص هاي اسم بترتبط مباشرة بالبيت الخامس لما يبلشوا بدهم يعملوا أي شيء العلاقة بالأمور اللي بعد العاطفي هاي يعني قطبة عقد قراءة زفاف اسمها شريكة فبتحكي عن البيت السابع بيرطبط بالعاطفي بيرطبط بالحظ بيرطبط بالمقامرة بيرطبط بالترفيه بالمسرات بالأولاد بالحمل بالإنجاب هذا البيت إلو علاقة في هاي الأمور كلها إلو علاقة بالفن إلو علاقة باللذة إلو علاقة بالزنا إلو علاقة بكل شيء بيحكي عن الترفيه بيحكي عن الهدايا بيحكي عن الرشاوي بيحكي عن الصدق عن الطعام عن الشراب هاد كل ياته بيعود كله برجع بيت المقامرة والترفيه والمسرات والأولاد وبرطبط بالعاطفي زي ما حكينا بيت الجمال يعني بمعنى آخر طيب البيت السادس البيت السادس دائماً هذا بيت الصحة وإلو علاقة بالعمل وإلو علاقة بالخدمات وإلو علاقة بالطعام إلو علاقة بالحيوانات الأليفة برضو إلو علاقة في علم الطب إلو علاقة بالحوادث بالحوادث اللي ممكن تتعرض لها بتقصيرك بعملك يعني بمعنى آخر لما نقول إلو صلاة بالعمل معناته هذا يا إما أنه بتقدر تبحث عن عمل فيه يا تقدم لوظيفة فيه يا إما أنه تنترض من عملك فيه أو تقصر بعملك فيه أو يتراكم العمل عليك يعني أي إشي إلو علاقة بالعمل في هذا البيت بالصحة إلو علاقة بالأمراض العابرة إلو علاقة بالشغلات اللي هي البسيطة اليومية مغص، إسهال، وجع راس والله دخلت بعملية زائدة هذا إلو علاقة ببيت الصحة بالخدمات يعني أنا بشتغل مثلاً لنفترض بوزع أكل أو بوزع، بساعد الناس في تعقيب بعض المعاملات بدي أخلصوا لهم معاملات بأمور أنه بدي أعمل خدمات صحية لبيتي هاي خدمات أي إشي إلو علاقة بالخدمات برضو هذا البيت الطعام وصناعة الطعام برضو إلها علاقة بس مش صناعة الطعام نرجع للبيت البيت بيت البيت بحكي النساء اللي بتعمل الطعام في البيت بس لما نحكي هنا البيت السادس لا هنا منحكي عن المطاعم ماشي؟ هاي هنا إحنا خلصنا البيت السادس طبعاً إحنا ما بنشرح كل إشي قاعدين عن البيوت إحنا بنحكي الشغلات الأساسية اللي أنتم من خلالها تعرفوا إشي بسيط في المستقبل رح نعمل أشياء حلقات متطورة أكثر من هيك طيب البيت السابع البيت السابع هنا يعني البيت المقابلك تماماً على الخارطة الفلكية لما نحكي الأسد معناته مقابل الدلو لما نحكي العقرب مقابل الثور نحكي الحامل مقابل الميزان لو على الخارطة الفلكية منلاقي قبال بعض يعني زي الساعة 12 قبالها 6 3 قبالها 9 8 قبالها 2 أو قبالها 10 يعني هي نمط الساعة المقابلة نمط الساعة حمسك الساعة اللي في يدك هاي اللي مدورة أو اللي على الحيط قول أنا برجي مثلاً الساعة واحدة بدأ بلش البيت الأول تبعي هذا اللي هو البرج الأسد بحطه على رقم واحد مباشرة مقابله تحت بلاقي أنا رقم سبعة أجا اللي هو البرج المقابل اللي إلي لما أعده بلاقي علطه الخط صار الدلو البيت السابع إله وصلها بالشراكة الشراكة في العمل الشراكة بالعاطفة وهنا منحكي عن الأزواج بالعاطفة إله علاقة بالسمعة السمعة الشخصية سمعة شخصية تختلف عن السمعة لما نحكي بيت السمعة سمعة شخصية يعني واحد بصفك أنك أنت كذاب أنك أنت حرامي نصاب منافق أفاق هذه يعني بأذيك بشخصيتك طيب إلو علاقة بالخطبة وإلو علاقة بالزواج إلو علاقة بالطلاق إلو علاقة بتوقيع العقود التجارية ماشي يعني حكينا العمل حكينا الشراكة في العمل شراكة في العاطفة بالسمعة الشخصية بالخطوبة بالزواج بالطلاق بتوقيع العقود التجارية إلو علاقة برضو في إيش إلو علاقة بالقتل إلو علاقة بالعرس يعني إلو علاقة بالفساد إلو علاقة بالحروب إلو علاقة بالخصومة يعني فيه إلو كثير علاقات ولكن أهم العلاقات اللي إحنا بنطلع عليها في التحليل ما بنطلع يعني إلو علاقة ماشي بالدعاوة القضائية وإلو علاقة بالعالم الخارجي وإلو علاقة بالظاهرين بالعالم الظاهرين والأعداء الظاهرين بس هاي الأمور ما بتهمنا الآن يعني مش الاشي الاساسي هي الاساسي اللي احنا ذكرناها في البداية الباقي هذا بنيجي لما نيجي بدنا نحلل قارطة فلكية بنحكي لكم كيف تستخدمه وصلنا الى البيت الثامن البيت الثامن هذا بيرتبط بالتركات فيه اشخة مثلا يسمى هو بيت الثامن بيت الموت بيت الموت مش معنى فيه الموت ان الواحد يموت فيه بس بدل على الحزن فهمه حطوه لانه اساسا هو فيه له دلالات للموت ولكن مش موت الشخص يعني مش انا لما بصير عندي مثلا بيت الثامن الحوت نفترض انا عشان اسد بيت الثامن برج الحوت معناته اذا دخلت زوحة الحوت معناته انا بداه موت لا هذا ملوش علاقة بهاي الامور يعني هذا الو علاقة في اشياء ثانية وحسبات ثانية يعني ممكن نعطي معلومات عنها او اضاحات عنها ولكن ما راح ندخل بتفاصيلها عشان انه ما نثير فتنة من وراء العلم هذا وندخل الناس ينظروا علينا ويحكوا علينا ونطلع بعدين ندخل بالحيط بيحكي عن الروحانيات طيب خلينا نشرح احنا اول اشي اهم من نقاط اللي بيأثر البيت الثامن او بيركز عليها البيت الثامن البيت الثامن بيرتبط بالتركات يعني الها موت لها علاقة بالموت يعني شخص مات وراثة له علاقة بالمواريث له علاقة بالديون الديون المعدومة الميتة يعني انت داين شخصه سافر وراح نصب عليك هاي ديون الضرائب اللي بتيجي فجأة بتعرفش القيمة قديش برضو هاي اسمها غائب الشؤون المالية المتعلقة بالشركاء طيب هنا هاي عشان نشرحها يعني الشؤون المالية المتعلقة بالشركاء يعني ممكن يجيك مال دائما يا من تعويض يعني مال انت ما بتملكه بس انه بيجيك يا من تعويض يا من هبة يا مساعدة يا بتسترد مالك الميت ماشي بس مش من عمل ممكن يجيك هذا التعويض من زوجتك يعني انت تتزوج واحدة ثارية وهي اللي تصرف عليك او تستدين منها فلوس او من زوجك مثلا انت محتاج فلوس تاخذيها من زوجك او يجي هو يقول لك خديلك هال هالمبلغ هذا سلك حالك فيه او اشتري اي شيء فيه هذا اسمه مال مال بيت الثامن وانه علاقة بصحة احد الاحباء يعني الناس المقربين صديق او احد مقربين اهل البيت ماشي طيب اهلو علاقة بالروحانيات اهلو علاقة بالعالم الاخر اهلو علاقة بالجنس اهلو علاقة بالشهوات اهلو علاقة بالنزوات اهلو علاقة بالخيانة ولكن هاي كل ياتها حكينا رح نشرحها في أوقات ثانية طيب إلو علاقة كمان بيش عشان ما يجيش واحد يقول لي أنت محكيتش كل إشي لا في أشياء ثانية أنت بتعرفش في البيوت لا يعني إحنا بنعرف أنه كمان إلو بالمنازعات وإلو بالرعونة وإلو بالشر والاغتنام والحرب والمطالبات وأعوان المطلوب يعني بقدر أشرح لك أنا أمور كثيرة وإنه لأنه مقابل البيت الثاني فعشان هيك بأخذ من البيت الثاني بالمال فمنحطه للبيت الثامن وثاني السابع لأنه بيت الزوجي معناته من أخذ من شركة الزوجي أنا ما بدي أشرح لكو بنوع من أنواع التعقيد أنا بدأ أوصل لكو المعلومة بأبسط الطرق بديش أخليكو تدخلوا في أشياء تقعدوا تحسبوا وتفكروا إيش اللي بنحكي فهيك عرفنا إحنا البيت الثامن أنه برتبط بالتركات والديون والضرائب بشراكة وصحة أحد الأحباء والأموال القادمة يا من تعويض يا إما من شريك طيب وصلنا للبيت التاسع البيت التاسع برتبط بالسفر البعيد بالاتصالات البعيدة مع أشخاص خارج البلاد بالفلسفة بالدين بالمعتقدات الروحية والدراسات الجامعية الاستيراد والتصدير الأمور القضائية يعني كل الأمور اللي فيها رقي العالية يعني سفر سفر بعيد خارج البلاد تطلع بتسافر هجرة بتسافر على العمل بتسافر بدك تعيش في البلاد اسمه سفر بعيد أو قدوم مسافر يعني رجعت مسافر من مكان بعيد لأرضه الأم لبيته وهذا بيصير على حسب بيته الرابع يعني رجع لبيته الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد يعني أنا بحكي مع واحد في أمريكا أو بحكي مع واحد في مصر أو في المغرب أو في الجزائر أو في الخليج العربي هاي اسمها اتصالات بعيدة علاقتي مع أشخاص من خارج البلاد أنا في الأردن إلي علاقة مع واحد في مصر أو في تونس أو في العراق هاي اتصالات بعيدة اسمها مش انا باتصلوا في واحد في اربد معناته اتصالات بعيدة لا هي كم نيجع البيت الثالث الا علاقة مثلا بالفلسفي دراسة الفلسفية او امور فلسفية او تعمق في مسألة دينية او بالاعتقاد الروحي بامتحانات الدراسة الجامعية بالامتحانات اللي في الدراسة الجامعية حكينا البيت الثالث الاساسية لهو لغاية الثانوية العامة الامتحانات اللي ما بعد الثانوية في الجامعة معناته بنيجع البيت التاسع الامور القضائية اللي هي المحاكم رفع القضايا مراجعتك للقانون ماشي اي هيك عرفناها لا الفيزا لا تأشيرة الصفر لا تجديد اقامة كلها بتعتمد على البيت التاسع بتعتمد على رجال القانون وعلى القضاء وعلى رجال الدين هذا اذا بننوخذها احنا على شكل دولة يعني فيه لها امور ثانية بس احنا ما بنحكي عنها اليوم طيب البيت العاشر هذا شوي بدنا نركز عليه شوي هذا الوصلة بالمركز الاجتماعي انه انت بتصل في المركز الاجتماعي تبعك يعني بتصير شخصية مرموقة بتصير مشهور بتصير صاحب جاه وجاه بجيك تكريم ترفيع تنصيب وانه برضو في الشؤون الحكومية تعامل مع المؤسسات الحكومية او الدوائر الحكومية او مراجع الدوائر الحكومية مطلوب ممكن لمركز امني اي شؤون حكومية بدي اعمل بطاقة احوال اي دائرة حكومية دعا استخرج شهادة ميلاد دوائر حكومية له علاقة بالسياسة وعلاقة برؤساءنا بالعمل زملاءنا بالعمل فهذا كله احنا شو منسمي بيت السمعة عشان هيك دائما الاذية بتيجي في مركزك الاجتماعي فضائح جنسية مثلا خيانة امور الها علاقة بالرشاوي امور الها علاقة بالتزوير امور الها علاقة بالنصب الاحتيال مخالفة القانون قضايا امن دولي الشغلات اللي زي هيك هاي كلها بتسيء للسمعة اللي هي الشغلات اللي الها علاقة بالاذية الاخلاقية اللي ممكن انه الناس تصير تحكي بقصتك او تصير انت يعني بين لسان الناس في الجلسات يتعاطف بقصة للك هذا الو بهذا البيت بيت السمعة فاي شيء دائما لما نشير احنا لبيت السمعة معناته اعرف انه هذا تشويه بصورتك العامة بمركزك الاجتماعي كامل ككل لما نحكي ايجابي بيتك السمعة معناته اعرف انه بديجيك تكريم او منصب او هدية شعار او شهادة تكريمية او ممكن انت تترفع رتبة اذا كنت عسكري ممكن يجيك نوع من انواع انك تصير جاهة او وجه عشيري او شغلة زي هيك ممكن تنشهر صحفي او طبيب تصير مشهور من خلال بيتك العاشر وبرضو بيحكي عن ايش عن مرأة الاب لانه هاد مقابل الرابع احنا حكينا بيت البيت البيت الرابع بيحكي عن الاب بيت العاشر بيحكي عن الام وبيحكي عن الطموح بيحكي عن الاماني بيحكي عن المشاريع المهمة الشغلات الكبيرة ماشي هذا البيت العاشر بيت السمعة الآن وصلنا لبيت الـ 11 البيت الـ 11 هذا الوصل بالرغبات بالأماني مكمل لبعض أجزاء من البيت العاشر ولكن هذا بيجي دائما عايش على مستوى بالرغبات والأماني والأمال والصداقات والنشاطات الاجتماعية بيت الأصدقاء الموثوق فيهم بيت الأشخاص اللي بدعموك أو بقدمو لك دعم بيت الحماية بيت المشاريع بيت العملاء الأنصار يعني كل شيء له علاقة بالأصدقاء احنا بنحكي أو بوسطك الاجتماعي ممكن من خلال هذا البيت انه انت تتعرف على أشخاص معينين ممكن هدول الأشخاص سندوك بمسألة معينة ممكن تتحقق لك أمي أو رغبة في خلال الفترة هاي اللي احنا بنحكي عنها بتكون إيجابية ممكن تتعرف على أشخاص من علية القوم ممكن تدخل أنت أصدقائك هم اللي سندوك بمشاكل معينة فهذا بنسميه بيت النشاط الاجتماعي بيت الدعوات بتندعي فيه لحفلة لمناسبة لخطبة لزفاف أي دعوة بتتوجه لك اعرف إنه البيت الحادي عشر إلو علاقة في هذا الموضوع فهذا بيت من البيوت اللي احنا بنسميها بيوت أساسية برضو للشخص لأنها هي بتعمل تزديس مع برجك برضو إلها علاقة بالمواد عند النساء والعشق واللباس والطيب والزينة والتجارة والعمارة يعني إلها علاقات ثانية ولكن الإشي الأساسي إحنا بنحكي عليه اللي هو اللي بيشمل كل إشي بنركز عليه إحنا طيب وصلنا بدنا نحكي عن البيت اطناعش البيت اطناعش هذا الكل دائما بقولك أنا نفسي أفهم إيش البيت الاطناعش اللي هو بيت المتاعب دائما البرج اللي قبلك يعني أنا أسد بيت متاعب السرطان أنا تور بيت متاعب حمل أنا عقرب بيت متاعب ميزان اللي هو البرج اللي قبلي مباشرة وعادة هذا لما القمر يكون موجود فيه لكل بتعب يعني صاحب البرج بتعب ولما بيكون الشمس فيه صاحب البرج بتعب لما الزهرة بتكون موجودة فيه بحس إنه ما فيش هالعواطئ الحضوط الكثير اللي بتجيه لما المريخ بدخل عليه لا أي كوكب بدخل على بيت متاعبك دائما بتعبك يعني معروف في علم الفلك دائما البيت المتاعب هو أقوى الضعف موجود في بيت المتاعب والضعف اللي أقل منه ولكنه ضعف البيت السادس بعدين السابع بعدين الثامن يعني عندك أربع بروج معروفات هدولة مستحيل إنه يكون فيه راحة والكواكب موجودة فيها لما تكون الكواكب في بيتك السادس بيتك السابع بيتك الثامن وبيت متاعبك يعني نيجي مثلا نحكي عن الأسد بيته الثامن الآن الشمس دخلت على بيته الثامن يعني لسه مرتاحش نيجي على العذراء مقابله مباشرة الشمس على الميزان بيته السادس برضو تعبان يعني الأسد عذراء ميزان تعبنين طيب مين كمان تعبان منيجي بنحكي الحمل الآن بل الشي تعب يعني الحوت كان تعبان والحمل تعبان لأنه الشمس قاعدة بتنتقل في بيت المتاعب طيب إذا هو هيك التكوين أنا شو دخلني لما أنا بيجو سلبي سلبي بتحكي أشياء محبطة بوم أنت أنت طاقة سلبية بتعطينا بوعدكم أنه التوقعات الجاية للشهرية رح يكون فيها إشي مصخرة للناس اللي بقول لك اشحن بالطاقة الإيجابية رح اشحنهم مضبوط إن شاء الله تعالى وعدها أخ بس يجي طيب بيت الثاني عشر هو مرتبط دائما بالمؤسسات الكبيرة بالمستشفيات بالسجون صالات العرض عرض الفنون مثلا بالمسارح بالتقييدات بالأسرار عشان هيك بتسمى بيت المتاعب وعادة دائما لما بدخل الإنسان في مرحلة اللي هي اسمها المحن احنا منسميها الكبرى أو الأمراض الخطيرة أو المهلكة أو المزمنة دائما بكون السبب بيت المتاعب عشان هيك دائما منحذر من بيت المتاعب نقول إنجز الأعمال اللي بتقدر عليها حاول إنك تنجز الأعمال الموكلة إليك المهمة راجع إذا شعرت بأي أعراض غير اعتيادي راجع طبيبك يعني له علاقة بالمرض الطويل المدة طويلة شيء مش عابر مش زي البيت السادس إنه بتمرض يومين ثلاثة أسبوع وبالطيب لا هذا بعد مرات المرض اللي بيجي في هذا المكان بوخ السنوات زي الأمراض المزمنة زي السكر الضغط الشغلات اللي زي هيك فعشانك دائما منحذر الناس إنه لما بصير فيه وجوء تواجد لكواكب ذيلي أو منقول ديروا بالكوا الفترة هاي بيت متاعبكو مشحون أو فيه طاقة سلبية كبيرة يعني بمعنى آخر إنه أنت ما تستهين بأي أعراض جانبية ممكن تجيك طيب كمان إلو بإيش إلو بالفضائح سرك ينكشف يعني الأسرار أنت مأمن واحد على سرك هيك وكشفك ناس اتآمرت عليك ناس بدهم يغضروك ناس بدهم يقتلوك ناس بدهم يفضحوك كلها بتعتمد على بيت المتاعب والسفر لما إنسان بسافر مثلا بيجي واحد بيقولك أنا بدي أسافر والشمس موجود في بيت متاعبه والمريخ موجود في بيت متاعبه وبدي أسافر طب ما هذا اسمه سفر رديء يعني ما رح تستفيد منه سفر رح يرجعك مش الوقت المناسب للسفر هذا وقت مناسب للسجون للديون للغرامات للنكبات للأسقام ماشي هيك إحنا شرحنا 12 بيت هسا بدنا نعلق شوي على بعض الأمور لما نيجي نقول مثلا عن العاطفة واحد بيحب وحده صار مشاكل بينهم ما بيجي بيطلع على البيت السابع بيطلع على البيت الخامس لأنه هذول مش أزواج بدي أطلع أنا مثلا على أمور العلاقة بالمال المال بيجي على أكثر من باب والعاطفة بيجي على أكثر من باب يعني أنا ممكن أحب أبدأ بعلاقة غرامية وعندي الزهرة مثلا موجودة في الثالث مش في الخامس ممكن صار الحب هذا عن طريق تنقلاتي دخلت أنا على مدينة بفجأة هيك على مؤسسة إلا علاقة بالاتصالات حبيت بنت في البريد مثلا هاي بيت اتصالات بالاتصالات بالاتصالات هاي البيت الثالث اللعب في الموضوع ما لهش علاقة للبيت الخامس في المسألة ممكن أنا بعثت رسالة تعارف أنا من خلال البريد وأجاني وحده حبتني وتعرفت عليها البيت الثالث إلا علاقة بالموضوع ولكن تكملت العلاقة ما بينه بين هاي الأنثى أو بين هذا الشخص بتتمم بخلال البيت الخامس يعني أي شيء بده يصير بعديها البيت الخامس اللي بيكملها لقاءاتهم غضبهم زعلهم امورهم العلاقة بالبيت الخامس ممكن واحد يحب واحدهم سافر بالطيارة ما لهاش علاقة بالبيت الخامس العلاقة بالبيت التاسع واحد يحب واحد بالجامعة البيت التاسع واحد تنخطبه هي في مناسبة عرص مثلا في حفلة عيد ميلاد شافوها ناس أجوحكوا مين هاي البنت طيب هذا العلاقة في بيتك ال11 بيت الدعوات يعني مش دائما أنا بتطلع على العلاقات القائمة أما نحكي بداية يعني علاقة قائمة يعني هذول بيحبوا بعض وانتهى تم التعارف وين التعارف من أحد البيوت 12 ممكن بالسجن في بيت متاعبها حبته انت عادي ولكن استكمال هالبيت الخامس مجرد ما ارتبطه صار البيت السابع صارت الشراكة بدي أعمل عمل أنا بدي أعمل مناقشة أنا بدي أقدم لوظيفي مثلا هاي البيت السادس تقديم الوظيفة طب أنا اشتغلت بقدر أقوم بشغل هاي البيت الثالث في الموضوع طب أنا دخلت بخلافات مع رؤسائي بالعمل بتنحل مشكلتي أنا ورؤسائي بالعمل يعني زي رئيسي بالعمل ضدي ومحبطني ومش عارف ايش بطلع على البيت العاشر بحب أشتغل في شركة كبيرة على البيت العاشر يعني الأمور مش لعبة يعني مش شغلة هيني انه عملية الحسابات طيب بيجي واحد بيسأل بيقول طيب انت يا سعيد كل يوم تحكي لنا على 12 بيت طيب الكواكب مش موجودة في ال 12 بيت كيف انت بتحكي لنا على 12 بيت طيب احنا كيف منحكيها احنا منحسب أول إشي القمر ومنحسب الكواكب وين موجودة في البيوت ومنحسب الزوايا اللي بتتشكل ما بين القمر والبيوت ومنحسب البيوت نفسها شو بتعمل زوايا يعني برج الأسد نفسه بيعمل زوايا مع أي برج فلما أنا آجي أطلع على الكواكب الموجودة بالجدي طيب هاي زوايا صعبة يعني هاي الزاوية صعبة فأنا لو بطلع عليها هيك بحسبها معناته بدي أعد أنا أسد عذراء ميزان عقرب قوس جدي البيت السادس بحسبها على بيت الصحة إذا كانت إيجابية فهو إيجابي إذا مش إيجابية معناته سلبية طيب بدي أحسب أنا للأسد على إيش إيه العلاقة بالتنقلات طيب التنقلات بحسب أسد عذراء ميزان هاي بيت التنقلات تبعي اللي هو البيت الثالث طيب البيت الثالث بالنسبة للجدي إيش يعني شو بيته الجدي بكون بصير عندي ميزان عقرب قوس جدي البيت الرابع تربيع طيب التربيع هذا الكواكب إيجابية ولا سلبية تنقلاتي معناته فيها خطر إذا كان سلبي إذا كان فيه زوايا إيجابية معناته إيجابية يعني الأمر الحساب اللي أنا بحكيه ارتجالي مش مكتوب لأنه معقد جدا وصعب أي فلك يقدر يحسبه أقول لك ديش أقول لكم مستحيل خلينا نقول صعب شوي يعني هذا من الأمور المعقدة جدا في عملية الحساب أنك أنت بتدرس بيوت وزوايا اللي بتشكل بيوت مع الكواكب والكواكب مع الكواكب وبتأخذ الكوكبين مع بعض وقوة الكواكب ودرجة حظ الكواكب وقصة لها أول ما لها آخر ولكن مع الخبرة ارتجاليا بتصير أنت تعرف لحالك بتصير تعرف أهم إشي أنك تفهم شوي يعني بيت وتعرف البيت هاد بأثر على إيش بالضبط وتحفظهن يعني وضع حفظتهن بتصير تحسب لحالك بتصير لحالك لما سعيد يجي يقول لك بكرة ممكن أنا أبطل أحكي لكم شرح بيوت أجي أقول لك أنا البيت الأول إيجابي البيت الثاني منتحس البيت الثالث إيجابي البيت الرابع ممتزج بدك تعرف لحالك لأنه أنا حكيت لك شرحت لك البيوت فلما أحكي لك ممتزج خلص أعرف أنه ممتزج بين النحوسة والإيجابية طول اليوم منتحس معناته باجي على إيش العكسي بيت متعبي معناته أنا بدي أنجز أعمالي ممكن أراجع مستشفى ممكن أنا أدخل يصير فيه عندي نوع من الفشل ممكن أتعرض لتعب أو لمرض خلال هذا اليوم أو ناس تتآمر علي على بيت السادس على طول الخط بعرف أنه هذا إشي له علاقة بالشراكة يعني أنا يا صحتي رح تتعب يا أما رح أنا أتعرض لموقف معين على مستوى العمل ممكن يصير معي خلاف أنا في العمل على بيت الثالث ده دير بالي من الحوادث ده دير بالي من التنقلات بده دير بالي أنا من عصبيتي وأنا بتحاور مع الناس فبكرة أنا رح أوصل للمرحلة هاي رح أحكي لك بس رموز أنه البيت هذا إيجابي ولا سلبي فإذا ما حفظت هذه الأمور ما رح تعرف التوقعات رح أرجع أحكي لك توقعات القمر وبعديها أنت حر أنا بحكي لك قول بيوت هذه إيش هي وأنت بالنسبة إليك حر عرفت عرفت معرفت مش علاقتي أنا ما بقدر أظن أشرح لك أنا هسا عندي القدرة أنا أقعد ساعتين وأنا أحكي وبشرح لك إياه نقعد على على ثلاث جلسات أو على أربع جلسات عشان نقدر أنا أوصل لك المعلومة بس بكرة أنا ما بقدر بكرة بصير عندي سفر بصير عندي مرض ما رح أقدر أوصل لك المعلومة هاي فلازم أنا أشرح لك إياها أو وصل لك الرسالة اللي أنت تكملها لأنه أنت بدك تكون عارفها وبكرة بدك تصير أنت تحسب لحالك بدك تستغني عن سعيد وممكن منك وناس تطلع وتعمل قنوات وتصير تحكي بعلم الفلك بس دا تكون فاهمه الآن الدرس القادم رح يكون عن الكواكب وأول كوكب رح نحكي عنه الشمس والشمس تواجدها في البيوت هاي إيش بعطي عشان لما واحد تفتع على خارطة مولود تشوف الشمس عنده موجودة في بيته الرابع تعرف إيش الإيجابي والسلبي اللي رح تعطيها رح نشرحها بطريقة مبسطة زي هيك أن نوصل المعلومة لكل الكواكب إيش إيجابيتها وإيش نحوسيتها وإيش بتأثر علينا هيك منكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم أسأل الله أنه يكون الشرح بسيط ووصلتكو أي معلومة أي سؤال كتبولي بالتعليق تحت بقرأه حتى لو ما حطيت اللايك والديسلايك والمش عارف إيش بقرأه ورح أجاوبكو عليه أسأل الله أنه يكون وصلت المعلومة بالشكل اللي أنا بدي إياه يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء